زي ما فيه ناس عيشة وسطنا وكلهم كسب وخداع ففيه برضو حيوانات نصابة كتير بتعرف تجذب لتحقيق أهدفها فحلقتنا النهاردة هكلمكم عن أغرب طرق النصب والخداع في عالم الحيوان هنشوف حيوانات بتحاول تستغل حيوانات تانية وحيوانات بتحاول تظهر أكبر من حجمها الطبيعي وحيوانات ممكن تخون عشرتها وتتحالف مع العدو المعتدي قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وصلوا بنا على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين أنا محمد جابر ويلا بينا نبدأ استعراض الكوة والحجم الضخم ممكن أحيانا يغنيك عن الدخول في أي معارك وأكيد كلنا شفنا دول بتتفاشخر بامتلاكها الحاملات طائرات أو حتى صواريخ نووية في عالم الحيوان برضو الحجم مهم وده لأن ما فيش أي حيوان ممكن يدخل في معركة ظاهريا تبان خسرانة السحلية المزرقشة بتعتبر من أشهر الزواحف اللي بتتعمد الظهور بأكبر من حجمها الطبيعي وده لما بتحس بأي هجوم محتمل من أي حيوانات مفترسة المفترسات الرئيسية للسحلية دي بتكون يا إما طيور الجرحة أو التعبين أو ممكن كمان القطط الوحشية والسحالي اللي أكبر منها في الحجم بمجرد ما بتحس السحلية المزرقشة بالتهديد فبترفع جسمها وبتقف على رجليها الخلفية عشان تبان أطول من الطبيعي وبعد كده بتفتح بقها واللي بيكون لونه أصفر بالكامل من جوه وبترفع كمان طبقة جلد ملونة بتكون محيطة براسها وبكده بتبان أطخم وأطول بكتير من حجمها الطبيعي بعض المفترسات بتنطلي عليهم الحيلة وبيخافوا وبيجروا من قدامها والبعض الآخر بيكونوا عارفين تمامها وحجمها الطبيعي وبيكلوها برضو يا ترى مين بيفكركم بالسحلية المزرقشة في عالم البشر اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات من أغرب طرق النصب في عالم الطيور هي استغلال الآخرين في الحياة العملية أحيانا بنقابل أشخاص بتعرف تستغل زميلهم في الشغل أسوأ استغلال يخلوهم يعملوا الشغل مكانهم مثلا ويقدموا للإدارة كأنهم هم اللي عملوه وبدون أي مجهود بيحصلوا في النهاية على كل المزايا والمكافئات نفس الاستغلال ده ممكن يحصل حرفيا من طائر الوقواق طائر الوقواق مصاب كبير جدا ومستغل من الدرجة الأولى الطائر ده في الغالب مش بيتعب نفسه في بناء أي أعشاش ولما الأنسة بتبيت بتضع بيضها في عيش أي طائر تاني وغالبا الوقواق بيختار طائر يكون البت بتاعه وشبه بيضه عشان ينخدع فيه ولما بيض الوقواق بيفقس في عيش الطائر الغلبان المضحوك عليه فبيبقى فاكر إن صغير الوقواق أحد أبنائه وبالتالي بيأكله وبيهتم به زيه زي ولاده بالزبط صغار طائر الوقواق كمان بيطلعوا استغلاليين ونصبين بالفطرة زي أمهم وبمجرد ما الطائر ما بيصلب طوله بيطرد باقي الصغار بره العش وده عشان يحظى بكل الأكل والاهتمام من الأم الوحده وتفضل الأم بتأكل في صغير الوقواق اللي هو أصلا مش ابنها وأنصى الوقواق الأم الحقيقية بتكون حرة طاليقة ومش بتبزل أي مجهود إطلاقا مستفزة أو الوقواق بصراحة عيش فقط على استغلال الآخرين وسرقة مجهودهم طبعا انت عارف كويس من الوقواق في حياتك التظاهر بالموت بيعتبر من أغرب طرق الخداع للهروب من الحيوانات المفترسة ومن أشهر الحيوانات المتقنة لفن التظاهر بالموت هو حيوان الأبسوم لما بتحصر المفترسات الأبسوم ومش بيلاقي أي فرصة للهروب فبيرمي نفسه على الأرض أو بيوقف وبيثبت مكانه زي التماثيل بالزبط وبيخرج لسانه بره بقه وبيعتبطأ نفسه تماما وبتصبح دقات قلبه غير محسوسة كأنه ميت بالفعل وبعد كده بيخرج سائل أخضر ريحته كريهة من غدة موجودة في جسمه والريحة دي بتبعد عنه المفترسات بمجرد ما بيشموها غالبا بيفتكره جثة مسمومة أو بتتحلل في اللحظة دي الأبسوم بيكون متابع تحرقات الحيوانات المفترسة بكل دقة وأول ما بيتأكد انهم بعدوا عنه بيرجع بعدها بدقيق لحالته الطبعية الأبسوم فعلا نصبه كدبه أو أنطقي ولكنه بيعمل كده للدفاع عن نفسه يعني ولا بيستغل لحد ولا بياخد حق أحد زي لوكواك مثلا في عالم البشر اللي بيتعاون مع الأعداء بنعتبره خين لوطنه وده حتى لو كان بيعمل كده عشان ينجب حياته وحياة أسرته فحديقة رواها الوطنية بتنزانية نشأ نوع غريب جدا من التحالفات ما بين الأسود وقرود البابون عشيرة قرود البابون كانوا عايشين بأمان جنب الأسود مباشرة وده على الرغم ان البابون بيعتبر فريسة محتملة للأسود فإيه بقى اللي بيعملوا البابون عشان يخلي الأسد يرضى عنه ويسيبوا يعيش جنبه البابون طلع عنده مهمة يومية لازم يعملها لمساعدة الأسد في الصد ومهمته بتتلخص في انه يعمل كمين لباقي الحيوانات ويوحلهم ان المكان آمن يعني بينزل من فوق الشجرة ويتمشى في المكان بكل حرية وده عشان الحيوانات تقرب من مكان الأسود بدون أي خوف وفي اللحظة المناسبة بيهجم الأسد ويختار الفريسة اللي تعجبه وطبعا البابون شايف ان مدام عشرته بخير وأمان فمش فرقة أي حاجة تحصل إطلاقا لباقي الحيوانات يا ترأي أكتر طريقة للمكر والخداع لفتت نظركم في حلقتنا النهاردة قلولي رأيكم تحت في التعليقات ويريت ما تنسوش دعمي بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وده عشان نقدر نوصل الفيديو لكل الناس اللي بتتعمد المكر والخداع كان معاكم أخوكم محمد جبر واشوفكم الحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر